ولقد فخرنا في القديم بمثلها أسماء ليلا تقطع الأميال تفدر سولة وصحبه بحياتها وهي الفقيرة تلبس الأسمال ويكفينا فخرا أنه نزل في القرآن الكريم سورة باسم سورة النساء المرأة الفلسطينية مرأة مجاهدة مكافحة في كل الحالات لنكن كنساء رمزا للحكمة في إدارة بيوتنا وفي القيام بواجباتنا المطلوبة منا يوميا في كربات بيوت وأمهات في بيوتنا وكنساء عاملات لكل من تملك مهنة سواء كان ذلك في الطب أو التمريض أو التعليم أو الهندسة أو أي مجال من مجالات العمل لنكن في بيوتنا أمهات حقا في مجال رعاية أبنائنا في مجالات عديدة منها تقنين مشاهدة التلفاز لفترة طويلة سأكرر لمئات المرات أن تأثير تلك المشاهد علينا ككبار وعلى أبنائنا كمرهقين وأطفال تأثيرها طويل المدى ستذكرون كلامي جيدا في المستقبل رح تقولوا والله المصفات ما حكت أن تأثير الذاكرة البصرية للمشاهد الأليمة طويل المدى لفترة طويلة جدا حتى بعد انتهاء الحرب قد يتجاوز السنة والسنتين كفيلة تعمل لنا كوابيس والترابات نوم بالتالي كتير مهم أن نقنن مشاهدة التلفزيون ونحصرها في أوقات محددة مش على مدار الأربع وعشرين ساعة مهم جدا أن نرتب فعاليات إحنا وولادنا بالذات إذا عندنا أطفال أهم إشي أن نخليهم يطلعوا يلعبوا برة ما يظلوا موجودين على الموبايل أو يحضروا الأخبار هنا فعاليات وألعاب خارجية خاصة أن الجو كتير مناسب على فكرة يعني الجو الخريف درجة الحرارة في هاي الأيام جدا جدا مناسبة نلعب إحنا وياهم فوتبول نلعب حجلة كتير مهم أن نركز على الألعاب الحركية والألعاب اللي بتبني الجسم ومفيد جدا للمعلمات والمعلمين إنهم يركزوا كتير على دروس الرياضة في المدارس سأكرر ذلك مئات المرار لأن التربية البدنية هي جزء من الصمود إلنا أنا قلت دائما على أقل أقدر أهرب في حال تطلب الهرب ذلك يعني هذه أقل شيء في هذا الإطار تغذية أولادنا نهتم مهم جدا إننا ندير بالنا على أكلنا إحنا وعلى أكل أولادنا جزء من صمودنا كنساء فلسطينيات إننا نحافظ على أجسامنا هكذا نقهر المحتل هكذا نقهر العدو بإننا صامدين بإننا مصممين ومتشبثين بالحياة ونكافح لأجل الحياة أعرف جيدا أن ما أقوله صعب وصعب جدا ولكن مجاهدة النفس هامة جدا مهم جدا إننا نحافظ على الروح المعنوية إلنا ولأولادنا ونفتش وين في منافذ في الأخبار اللي بتساهم كتير في رفع الروح المعنوية وين في كلام في القرآن الكريم وين في أحاديث وين في أي رواية أي خبر أي شيء بيساهم في رفع الروح المعنوية إلنا ولأولادنا إنه منهجا قرآنيا المنهج القرآني للرسول صلى الله عليه وسلم حتى بالحلم بعت ربنا قلوا إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر فمهم جدا إننا نحافظ على روحنا المعنوية مرتفعة هكذا أوصان الله ورسوله الكريم في كتابه المقدس المقدس القرآن الكريم لأن الروح المعنوية مهمة جدا بتخلي أدائي بأداء عشرة تخلي أداء الرجل مننا أو المرأة مننا بأداء عشرة ربنا بخيم لما بيكون في روح معنوية مرتفعة بسود السلام وبسود الأمن الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف يا ناس يا عالم والله إني بتحدث قرآن صدقوني هو صحيح علم نفس بس هو كان كله موجود في القرآن من أول يعني الحاجات البيولوجية نهتم بتربية الجسد ومن ثم توفير الأمن لنا ولأبنائنا مرهقين وأطفال أيضا لكل المراحل العمرية وفيه جدا أن ننبذ ثقافة القرآن الكريم والإسلام في مجال الإيمان بالقضاء والقدر كأحد أركان الإيمان هذه الثقافة اللي بتخلينا مستسلمين إلى قضاء الله سبحانه وتعالى لا يهمنا إذا تكاتفت الأمم علينا للأسف كل الدول الكبرى ضدنا ولكن إذا كان الله معنا قالها الرسول لا تحزن إن الله معنا قصص وروايات عن الرسول من القرآن الكريم غزوة بدر غزوات الرسول غزوة الخندق وتاريخ العرب الإسلامي يعج بهذه القصص اللي القلة فيها غلبة الكثرة اللي العقل والحكمة والخدعة والتخطيط والمنطق أيضا غلب العدو وغلب الكثرة وقد شهدنا ذلك بأم أعيوننا مجموعة قليلة من المقاتلين من المجاهدين تغلبوا على أعتى دول العالم وأكثرها تطورا من الناحية التكنولوجية دعونا نبث ثقافة أن النصر هو فعلا أثبت التاريخ وأثبت الواقع والميدان أن النصر ليس فقط صبره ساعة أنما الساعة طويلة تجاه النصر النصر هو صبره دقائق على ما أعتقد وهكذا وبالتالي إذا إحنا آمنا بالله وبقدراتنا وبأنفسنا وجاهدنا أنفسنا لأننا نعيش حياتنا الطبيعية إحنا وولادنا ما نطلع إبعاهات نفسية من الحرب بقدر الإمكان نقعد نعالج فيها سنوات طويلة للأمام ماذا نريد؟ هل نريد أن نربي جيل من الخوافين الخائفين المهزومين المحبطين أم نريد جيل قيادات جيل مفكر جيل ذكي دعونا نعمل من أجل ذلك عملا حثيثا والموفق هو الله إن شاء الله شكرا للمشاهدة